كيف كون يا شباب؟ أسعد الله مساءكم بكل خير شباب أنا وقت ننتج نحن لطيور كل ياتنا معرضين لأن الطير يلف على أصبعته أو على إجره أو على طرف إجره خيط من العش إذن الطير أو الطيرة وقت يجيب حطهم بعش حطهم لهم عش ومواد تعشيش ممكن نتيجة ما حاولت بناء العش أو يعصى ويلف خيط على إجره يعني الطير بيكون واقف أصب الخيط بإجره فتحها أو تاني طرف دون ما يحس لف الخيط على إجره إجيب ديقوه معصر هاتو إجره يشد إجره فالخيط هون يتغلغل بقلب صابعه أش بيصير هون يا شباب؟ بيصير بعد فترة أنه من مكان لف الخيط التروية الدموية من لبائي الأصابع لطرف الأصبع راحت ما ظل تغزية دموية فبينحبس الدم وبيساوي وزمة فبتصير معك مثل الحبي من الجهة الثانية لوين؟ من جهة القلب تبع الطائر يعني بيصير عندك مثل الحبي بإجره الطائر وانتفاخ الطائر بتشوفه عبيد ألم عبيشد بإجره عبينكش بإجره ومعبي يحسن بيدوس عليها كل ما تأخرت كل ما التروية بتقل وكل ما الأصبع بتباشر وتسود بتوصل لمرح عليه إذا ما عالجتها الأصبع هاي منطرف على الآن الخيط راح تطب بصورة كاملة إذن الأصبع من مكان على الآن الخيط راح تطب معنا بصورة كاملة جيب ملقات شعرة قطعة شاش بودرة طبية وإذا ما عندي بودرة طبية أي أي حبة التهاب 500 كلها بتصير بجيب معي قطعة الشاش وبحط فوقها حبيت 500 بفتحها من بعضها لبعض فبتهر البودرة بين؟ على قطعة الشاش إذن صار معي شاش صار معي فوق المنة بودرة في حب الالتهاب 500 بعد المنة الملقات موجود وبجيب أبرة أسهل وسيلة لتعقيم الأبرة هي النار حطها بشغل الداحة تحت المنة لتحمر فالأبرة هون تعقمت لحالة جهزت لازم يكون عندي باليود وخصوصي هلأ أقل شيء اليود إذا ما موجود يود أي مطهر طبي بيصير بيجيب عقم الإجر باليود بيذهنة بمسك الطائر برد بقرب على الضوء متل ما كنت أنا متلوء متل ما وصفت بمسكها لإجر الطائر بعقمة وبجيب الأبرة المعقمة والملقات بحطهم جنبي والشاشة جنبي واللي عليها البودرة بمسك هلأ الملقات طرف الشعرة بيّنت علي فبحاول اضغط على الملقات واسحبه من دون ما شده بقوة بشد إذا الأبرة إذا الخيط كان أعطاني شد فبسحبه لمشي الحال إما ما أعطاني شد ما أعطاني شد ما أعطاني خيط ليفف على الإجر بحط الملقات من إيدي وبمسك الأبرة بمسك الأبرة الأبرة هلأ أنا بنكوش مكان ما وغيص الخيط بالإجر بنكوشه لفوق وبسحبه أكيد الأبرة راح تغوصه شويوين بالجلد معلش بتحاول اسحب الخيط لفوق بس طرع معي شوي برد بحاول بسحب الخيط ننسحب نسحب ما نسحب برد بحط الملقات وبرد بحاول مرتلخ بكرر العملية مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وبده واحد يكون عنده نظر قوي بده واحد الأفضل يكون صاحب خبرة أو بيطري إما بهالوقت هذا إذا أنا ما موجود تعرضت لموقف إن شاء الله ليلي للصبح إذا بدي سنى صاحب الخبرة أو البيطري بكون راح تجري الطير فلذلك أنا بدي أجع لهالعملية هاي بنفسي فشو الحل فشو الحل لحتاني إيجي أنا عالج هالطير وما خلي الأمور تتفاقم يوميا أنا صبح ومساب رائب وطيوري بيجي بطلع عليه هون جوز اللي حيطلوا العشي مشان هالظاهرة هاي طلع عليه هون الطير واقف عجري كويس بس النالة ينطنوا الطين ثلاثة هو والطيرة ما في يونشي بنتهي إلا الأفاصل بعده وهكذا إذا شف الطير ريفع إجروا لفوق أو عبينك إيش إجروا هون رأساً بيجي وبمسكه وبجي بقرب على طرف الشباك عن طرف الضو أو على الضو العادي يعني حسب الموجود معك الإنارة الطبيعية إذا كان الدنيا نهار وشمس بكون أفضل بمسك الإجر الطائر بمسك الإجر برفع لفوق وبطلع عليها وبفت له وأنا واقف باتجاه مو بهري للضو لا وشي للضو وإجر الطائر بيني وبين الضو هون إيش بيصير معي هون إيش بيصير معي هون بيصير معي إنه الطائر إنه الطائر عرفت وين الخيط موجود بإجره يعني بفت له الإجر عاليمين عاليسار لشوف حد الخيط هون أنا أشو زي شفت الخيط برد برجع الطير لأفصه وبلجع إلى ما يليه بس شلت الشعيرات كاملة بيجي هلأ الشاشة اللي عليها البودرة بشيل الإجر وبحطه فوق المنة بغرسه بالبودرة وبلف الشاشة مع البودرة حول الإجر من مكان الجرح وبضغط بحنية يعني مو بهرس إجر الطير ولا بترك إجر الطير رخوي بضغط بحنية حوالي خمس دقائق مع الضغط وبضل ميسك الطير حوالي خمس دقائق هون بالفترة إن شاء الله بيكون النزيف أطع بس أطع النزيف يكون مجهز أفص ويفضل يكون أفص واطش شوي الأكل والمي جنب المجسم إذن بحطه للطائر بحوالي خمس دقائق عام موجود عندي بأدمه لها الطير هذا مع المرائبة وإن شاء الله بالشفاء والسلام عليكم هون أش بيجيب ساوي يا شباب برد بضل بكرر الأبرة بغرسلة بينما طالع الخيط وينسحب معي كل الخيطان بجوز يكون مو بس خيط بجوز يكون خيطين أو ثلاثة أو أربعة بضل بدير الإجر على الضو وأنا واعف من وراها لحد ما شوف ولا خيط بيالفترة هاي إذا شفت الإجر عبتنزف إذا شفت الإجر عبتنزف تكون عندي شاشة تانية غير هدي حيط طاليها البودرة شاشة بس عادية لحالة بمسح الإجر تكون الشاشة حيط طاليها شوية معقم بمسح الإجر بالمعقم وبرد بتابع بالعملية اللي بينما شير الشعيرات بس شل شعيرات كاملے أشباب جيب ساوي